نلقي نظرة تفصيلية على آخر المستجدات حول سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي الذي يلامس مستوية العشرين جنيه أمام الدولار نتحدث اليوم عن أسباب تداعي استمرار تداعي أسعار الجنيه أو سعر الجنيه السبب لا يعد فقط إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه وسياسة البنك المركزة لكن قوة الدولار الأخيرة جراء سياسات الفدرال الأمريكي تدفع هذا الزوج لتسجيل هذه الفجوة التي تتسع يوم بعد الآخر لدينا اليوم في السوق المصري سعر الجنيه يعطينا على الشراء 19 جنيه أمام الدولار وللبيع 19 جنيه 35 قرش الأسباب التي أدت لدينا إلى هبوط قيمة الجنيه المصر نذكر فيها سريعا وجود العجز بالنسبة للإحتياط من النقد الأجنبي الدولار بسبب زيادة الطلب على الدولار وتلبية احتجاجات مصر الدولارية من أجل استيفاء متطلباتها لشراء ما تحتاجه من سلع خارجي يؤدي إلى ضغط أكثر لدينا على الدولار الأمريكي هذا يؤدي طبعا التساع الفجوة وبالتالي طبعا العملة المصرية ستتراجع الاستيراد لدينا ما يزال يفوق حدود مقدرة مصر على معالجة هذه الفجوة واتساع العجز واضح لدينا في الميزان التجاري الواردات تقريبا حتى الآن بحدود 70 مليار دولار وفقها صادرات بحدود 22 مليار الفجوة تتسع ولا ربما محاولة من أجل استيعاب هذه الفجوة الضغوط على تحويلات المصريين في الخارج بعد تعثر أوضاعهم الخارجية وخاصة في المناطق الخليجية بدأنا نلحظ عمليات استغناء عن عمالة مصرية وأيضا ربما تفشي حالة القلق مما أدى إلى أيضا إعادة النظر في طبيعة تحويلاتهم إلى بنوك خارجية ودلورة الفلوس المصرية أو النقد المصري إلى تحويله إلى الدولار لحمايته كقوة شرائية وخفاض إرادات الحكومة طبعا من العملة الصعبة المعتمدة عليها في الصادرات كما ذكرنا مع تقلص الصادرات المصرية ما هي إجراءات الحكومة المصرية للحفاظ على قيمة الجنية المصرية تلجأ إلى دعم خارجي من أجل تقوية قيمة النقد قيمة النقد أو الاحتياط من العملة الصعبة أو تحديدا من الدولار تراجعت من 36 مليار دولار كما نعلم قبل الأزمة لدينا في 2011 لتصل إلى 16 مليار ارتفعت بعد المساعدات الأخيرة لكن خط الإتمام الذي يؤمن صندوق النقد الدولي على المدى الأعوام القادمة بحدود 12 مليار دولار اتفاقية ثنائية بينها وبين الصين لتبادل تجاري هذا سيؤمن مع قرابة مليارين و700 مليون دولار اتفاقية تمويل من البنك التنمية الإفريقي بحدود مليار ونصف مليار دولار أخذت منها حتى الآن نصف مليار وأخيرا لدينا اتفاقية تمويل من البنك الدولي بدأنا نشاهد طبعا سحب الشريحة الثانية تصل إلى مليار دولار ولكن مجمل قيمة استثمارات المحفظة للبنك الدولي في مصر بحدود 25 مشروع استثماري ستصل إلى 8 مليارات ونصف مليار دولار أذكر أن الاحتياط من النقد الأجنب في مصر ليس كله نقد أو كاش يعني عندهم ذهب وعندهم أيضا لدينا حقوق سحب خاصة يعني ما يتوفر من كاش تقريبا بحدود 11 مليار لذلك تحتاج إلى النقد مصر أبرز أزمات تعويم وهبوط قيمة الجني المصري ارتفاع التضخم 20 في المئة أصبح هذا ثقل على المواطن المصري الذي ما يزال يتقاض طبعا معاشه أو راتبه بالجني المصري سيؤثر طبعا القدرة الشرائية التي قلت لديه بالنسبة لقيمته القطاع الخاص انكمش بسبب مؤثرات تعويم الجني أسعار العقارات ارتفعت لدينا بحدود 30 في المئة وأزمة الأدوية تقلصها في السوق مع ارتفاع أسعارها وخاصة استيراد كمية كبيرة منها من الخارج وهذا يؤدي إلى الفرق بين سعر صرفها في الداخل والخارج القطاعات المستفيدة من هبوط الجني المصري السياحة تكلفتها أصبحت أقل دخلها ومساهمتها في الناتج المحل الإجمال يفوق 20 في المئة الصادرات أسعار تنافسي إذا ما تم إنعاشها وتقويت جودتها ونوعيتها البورصة بالطبع تستفيد حتى في الأيام الحالية ترتفع لدينا السوق المصري بسبب جاذبية الاستثمار في أسهمها التي أصبحت رخيصة لمستثمر الأجم القطاعات الخاسرة بالمقابل من هبوط الجني المصري طبعا المستوردون ترتفع لديهم التكلفة بعد استيراد مدخلات الإنتاج أو حتى السلع النهائية قطاع الأديوي اختفى 400 صنف بعد رفع أسعارها والفرقات الواضح لدينا بأسعر بين 50 إلى 60 في المئة والمواطن طبعا ارتفاع التضخم عليه كما ذكر القوى الشرائية للعملة لديه لم تعد تلبي احتياجاته أفضل استثمارات في هذه الأوضاع بعد خفض الجني المصري ينصح بشهادات الادخار خاصة أنه عليها عوائد سنوية مضمونة وجيدة العملات تحمي قيمة الأموال يلجأ الكثير من المصري لتحويل الجني المصري إلى عملات أخرى دولار وغيرها الأراضي الاستثمار فيها ارتفاع مستمر في الأسعار لأنه في طلب عليها طبعا والعقارات سواء كان للإيجار كدخل استثماري ورئيس مالي يأتي مع ارتفاع الإيجارات ولدينا طبعا البورصة بصناديق المؤشرات كما نلحظ كانت من أقوى الاستثمارات التي يمكن استغلال ضعف الجني المصري فيها إذن هناك بالطبع تبعيات لتراجع الجني المصري ولكن إذا ما نظرنا إلى النصف الممتلئ من الكوب هناك بالطبع إيجابيات أخرى ترجمة نانسي قنقر